إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي المرشد وأصلي وأصلي وعلى المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلوات رب عليه أما بعد فيتجدد اللقاء بكم عزة طلبة الوكالوريا على موقعكم الرائد نجاحكم نلتقي كي ننتقي ونشرح دروسنا في مادة العلوم الإسلامية سأل الله عز وجل أن يسر لنا ويوفقنا اللهم معلم آدم علمنا اللهم مفهم سليمان فهمنا درس مهم اسمه آثار التوحيد في حياة الفرد والمجتمع على بركة الله نشرع في التفصيل دروسنا على ثلاثة محتويات أولا تعريف التوحيد أقسام التوحيد آثار التوحيد على الفرد والمجتمع أولا تعريف التوحيد التوحيد في اللغة من وحدي وحد أي جعل الشيء واحد التوحيد في اللغة الرب الأشياء شيء واحد عفسة واحدة استلاحا وهو المهم إفراد الله تعالى بكل ما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات أي أنك تفرد الله تجعل الله واحدا وتعطيه كل صفاته وأسمائه وربوبيته وألوهيته المذكورة في القرآن وفي السنة أقسام التوحيد ينقسم إلى أولا توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بأفعالها يعني تنسب أفعال الله عز وجل كالخلق فتنسب الخلق لله والرزق من الذي يرزقنا والله والملك والتدبير وإحياء والإيماتة تنسبها كلها لله فهذا يسمى توحيد الربوبية بقوله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ثانيا توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة وهو إفراد الله بالعبادة الظاهرة أي أن جميع عباداتك ومناجاتك تكون لله عز وجل سواء كانت الظاهرة كالصلاة والصيام كالصلاة والصيام والذكاة أو باطنة كالدعاء قولا وفعل فلا يستعان ولا يستغث إلا بالله يعني نستعين بالله عز وجل وحده يقولوا يا الله أغذني ما قولوش يسيد فلان أغذني ونقولوا والله تالله لا فلا نقول ورصفلان ونشعر فلا نحلفو بغير الكعبة ورصيب ما إلى غير ذلك فلا نقسم إلا بالله ولا ينذر إلا لله أي أننا نقوم بالنذر لله وحده عز وجل هذا يسمى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة بقوله تعالى قلن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين من سورة الأنعام ثالثا توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو ما جاء على لسان نبي صلى الله عليه وسلم أي أنك تثبت أسماء الله المعروفة 99 والصفاته الصفات لله عز وجل التي جاءت في كتابه والتي ذكرها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفيا أي تنفي التي غير كانت وتثبت تنفي أي أنك تنفي كما يقول تنحي أو تضحز أو الغير موجودة وتثبت الموجودة من غير ما تحرف ما تنقص ما تزيد ولا تعطيل ولا تكيف ما تكيفهاش ولا تمثيل ما تمثلش شيء كما تحرف لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع وهو السميع أثار التوحيد على الفرد والمجتمع أولا على الفرد الإنسان يكون يوحد الربوبية أي نعود إفراد الله تعالى بأفعاله أي يعتقد اعتقاد الجازم بأن الله هو المدبر وهو الخالق إلى غير ذلك ويوحد الألوهية أي يجعل جميع عباداته خالصة لله ويثبت الأسماء والصفات ويسراده يزيده عزة وكرامة لأنه أمام الله أمام الواحد القهار الجبار أمام الملك كذلك يطمئن فهو يعبد يعبد الله يعبد القدوس يعبد السميع العليم البصير ويستقر نفسيا كذلك يقيم حاله يلعنا اليوم أني غلط اليوم أني ترتحسنا يطلع ويهفط ويدير حسابه وسيخرج بأقل السيئات نسأل الله تعالى أن يخفر لنا جميعا كذلك يبتعد عن الانحراف والجريمة فبالتالي يخشى ويستحي من الله عز وجل على المجتمع يزرع الأخلاق وحسن المعاملة فتصبح أو يصبح المجتمع خلوقا حسن المعاملة لأنه أدرك أن الله يراه كذلك يقوي أواصل الأخوة والتضامن فيصبح المجتمع كالمنيان المصوص كل يدافع على أخاه فيقول هذا أخي ويتضامن معه في الصراء والضراء كذلك يحقق الأمن إذا كان هو يبعد الانحراف والجريمة فبالتالي فيتحقق الأمن يغرس الوفاء بالعهود والأمانات ويؤدي إلى الصلاح فيصلح الإنسان ويبتعد عن كل الصفات السيئة والإصلاح فيبادر إلى إصلاح الأشياء الفاسدة في المجتمع هذا ما فيه درسنا اليوم إلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر